مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله الأحوال الجوية المتوقعة الأسبوع القادم هي متقلبة من حيث الصحي وأيضا الارتفاع القليل والانخفاض القليل على درجات الحرارة وأيضا أيام يصاحبها حالات عدم استقرار وسقوط أمطار متفرقة بين يوم وآخر إذن أجواء متقلبة خلال هذا الأسبوع مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعر الأحوال الجوية خلال أيام الأسبوع القادم بدءا من يوم الأحد يوم الأحد أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة في النهار لكن أثناء المساء والليل تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية وتدريجيا تتهيئ الفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة أما درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 26-18 المناطق الجنوبية 20-13 الوسطة 22-15 والأغوار حوالي 30 إلى 20 وخليج العقبة 29 إلى 31 والبادية الجنوبية الشرقية 23 إلى 14 والبادية الشرقية 29 إلى 19 درجة مئوية اليوم الاثنين تتأثر المملكة برياح غربية رطبة وكتلة هوائية رطبة وبالتالي يطرأ انخفاض على درجات الحرارة تتكاثر الويوم على ارتفاعات مختلفة في معظم مناطق المملكة وبإذن الله تتهيئ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية زخات متفرقة أما العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرة 18 المناطق الوسطى 20-15 المرتفعات الجنوبية 18-13 والأغوار 28 إلى 19 درجة وخليج العقبة أجواء قائمة جزئيا 27 إلى 20 البادية الجنوبية الشرقية 21 إلى 14 والبادية الشرقية 27 إلى 17 مع سقوط زخات رادية من المطر يوم الثلاثة استقرار على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة بشكل عام أجواء ما بين خريفية لطيفة إلى معتدلة في معظم مناطق المملكة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28-19 المرتفعات الجنوبية 23-15 والمناطق الوسطى 24-17 والأغوار 30 إلى 20 درجة مئوية وخليج العقبة 30 إلى 21 البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 16 والبادية الشرقية 26 إلى 18 درجة مئوية اليوم الأربعة أيضا مرة أخرى هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تتهيأ الفرصة لسقوط زخات رادية من المطر خاصة في شمال وشرق المملكة وأيضا بعض المناطق الوسطى مع حدوث ارتفاع على درجات الحرارة وأيضا بتكون الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء تقريبا شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرع الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 27-19 المناطق الوسطى 23-18 مع سقوط زخات رادية من المطر المناطق الجنوبية 22-15 والأغوار 29-21 وخليج العقلة 29-22 البادية الجنوبية الشرقية 25-15 والمنطقة الشرقية والبادية الشرقية قائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية 25-15 درجة مئوية نوم الخميس استقرار الأجواء وأيضا ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء خريفية لطيئة معتدلة في النهار لطيفة بالليل تميل أحيانا إلى البرودة قليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى في المناطق الشمالية 29 والصغرى 20 المرتفعات الجنوبية 21-15 المرتفعات الوسطى 24-17 الأغوار 30-21 وخليج العقبة 30-22 البادية الشرقية الجنوبية الشرقية 24-15 والبادية الشرقية 27-18 درجة مئوية نوم الجمعة أيضا هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء خريفية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل أيضا تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة العظمى في المناطق الشمالية 29 والصغرى 19 المرتفعات الوسطى 25-16 والمرتفعات الجنوبية 21-14 والأغوار 31-21 وخليج العقبة 30-22 درجة مئوية المناطق الجنوبية الشرقية 24-15 والبادية الشرقية 28-17 درجة مئوية إلى الأحوال جوية متغيرة ومتقلبة خلال هذا الأسبوع لكن التغير في درجات الحرارة قليل يعني ارتفاع ما بين درجتين إلى ثلاثة وانخفاض درجتين إلى ثلاثة لا تقل العظمى عن 22 درجة مئوية ولا تقل الصغرى عن 13 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع أوقاتا سعيدة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة